يا ابونا لما ألاقي مجال جربت فيه كل حاجة ومزهقتش وغيرت طريقتي وعدة وقت كتير وما فيش نتيجة برضو حاجة زي كده انا مش فاهم قوي انت تقصو دي ازاي افرق ان ربنا مش رايد للطريق ده وبيمنع عني شيء لخيري وبين ان الموضوع كله صبر ومصابرة وعدم يأس وان لو كملك هتيجي نتيجة ايجابية وساعات بقول لنفسي ان لو اي حد لقى عقبات وريح مش هيكمل وقال ربنا مش رايد ما كانش عمل حاجة زي اديسون لو قال كده ما كانش اخترع المصباح بعد الف محاولة ليه بنبرر العقبات انها عدم مباركة من الله وايه التصرف الصحة الاستسلام بحجة طاعة ربنا والمولونة والخضوع بمشيئة الله ولا الاسرار والمثابرة والقوة لا فرضا انت عاوز تدرس سي بي ايه بتاعت امريكا الاول اسأل الناس اللي حواليك ولو لقيت انك انت عندك مؤهلات الانجليزي بتاعك كويس وتفهم محاسبة كويس جرم فرضا انت نجحت في ثلاث مواد وما نجحتش في مادتين ده مؤشر كويس حتى لو هتعيد الخامسة بس انت نجح بنسبة ستين في المية يعني فيه ثلاث مواد نجحت فيها يعني انت ممكن تقدر تعمل فحاول تاني حسيت انك بعد ما تاني مرة سقطت جواك روح تحدي وتقول هكمل وأنا هعرف اعملها دي بتبقى روح جواك ده التحدي اللي كان جوا توماس اديسن ان كان كل ما بيبشل ما بيتعبش لكن لو انت ابتدت تتعم وهتخش في حالة من حالاتك كقابة ما تعنتش ان شاء الله حتى لو خدت بريك وفكرت تاني وعاوز تحاول من قوله جديد بس بعد ما تكون اخدت بريك ودرست امكانياتك احنا بنخاف من نوعين احنا عاوزين واحد يكون عنده اصرار انه عارف انه ماشي في السكة وبيحقق نتايج بس بتبوز في اخر اللحظة طيب يعالج اللي بصدت ازاي ده دوميس اديسن واحد عنده احلام بلا امكانيات ففي فرق بين الاصرار وبين العند يعني فيه حاجة مش بتاعتي خالص وبعافر بيها يعني واحد كل هدفه في الرياضة او كل هدفه ان يطلع مهندس زي بابا طيب في الاعدادية عملت ايه ملحق رياضة في قولي ساني واخدت درسين رياضة وجبت نمر على الحور الجراء في تاني ساني واخدت ملحق رياضة طيب هتخصش ازاي رياضة وحتى لو نجحت في سنوية عامة هتجيب المجموع ازاي اللي داخلك هندسة وحتى لو معانا فلوس واندخلك هندسة بالمصاريف هتكمل ازاي وانت اساسا ما عندكش الجفت دي تبقى انت ساعتها انسان عنيد بتحفر في حاجة مش بتاعتك لكن عايزة حكمة امتى بقى عارف اني دي بتاعتي بس انا ما عملتش اللي عليا واي كان دوت ان شاء الله حتى بعد ثالث مرة وتلاقي عندك سبيرت التحدي وفي واحدة كبرياء يركبه افضل عيد ان شاء الله ميت مرة ايو بس ميت مرة يعني ميت سنة انت اساسها مش هتعيش سبعين من دلوقتي يعني هتعيش ميت عد عيد مرة طيب واللي انت دفعته من مصاريف قدية واللي انت دفعته من تكلفة نفسية البيت دفعها معاك ان مرتك مش شايفاك بحجة الامتحان ما فيه هنا حساب خسائر ولادك مش شفوك وماما مش شفتكش بحنا لازم نحسب حساب النفقة انا بقول لكم مشكلة الكنيسة مع نوعين من الناس ناس عاوزة تلغي حساب النفقة اللي قال عليه المسيح وتتكلم عن الايمان انا شاب مبتدق في حياتي قابلت الانسانة موجودة في الكنيسة انا مرتبي احنا قلنا كام الفين جنيه لسه ببتدي يعني تلاتة تلاتة خريج جامعة ببتدي بأي بتتعلم محاسبة لسه فقال لك انبتدي معك تلاتة اول سنة والحقيقة يعني في عربية في البيت بنركاه بحنا الاربعة وبعدين عجبتني واحدة في الاجتماع في الكنيسة وشكلها بنت ربنا وبتصلي حتى الاشار بعرسها طباها يعني هو ده اللي يعجبني او انا ابن ربنا وهي بنت ربنا طب يا حبيبي عندك شاقة لا طيب بابا جايب لك شاقة لا بابا طول عمره انسان مجتهد كيفية انه علمنا طيب هي راجب عربية موديل الفين وعشرين تمانها نص مليون جنيه تقول لي يا ابونا انت بقيت مدي كده ليه فين الايمان فين حياة التسليم ما انتو حكتلنا حكاية بالكتاب المقدس ان ابراهيم جاب لعاذر الدمشقي وقال له رحات مرجعش ايده فاضية جاب معارفه لسحاق وسقت الجمال في البير ايوا بس انا ما عندنا شبير دلوقتي ولا اجمال والدنيا تغيرت كان زمان هنبني خيمة زيادة وخلاص يعني زمان كانت خيمة يقول لك فين الايمان وفي ناس تانية بقى مادية جدا للنوع الثاني اللي بيتعب قلب الكنيسة يغيب الله عن كل المعادلات ولكن موضوع كله زراع بشري انت ذاكرت انت اكتعت انت انجحت انت وتوظفت انت جاب انت مش عارفين مفيش حاجة اسمها ربنا لأ لا فيه التدخل الهي بس ال اله اللي قال لنا ان انا بتدخل ومشيسيبك هو نفس ال اله اللي قال لك احسب حساب النفقة بدل ما تبتدي مشروع ومتكملوش والناس تضحك عليك